اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الاقتصاد الوساطة معكم احمد يعوب في حلقة اليوم هنتكلم عن ملامح الموزنة العامة للدولة في السنة المالية الجديدة 2023-2024 طبعا احنا بيفصلنا ايام تقريبا 20 يوم على بدء السنة المالية الجديدة والسنة المالية الجديدة في نصر بتبتدي من 1-7-2023 الى 30-6-2024 ودي بتبقى على مدار سنة كاملة بيبقى فيه استخدامات معينة للموزنة العامة للدولة بيبقى فيه ارادات متوقعة بس في البداية خلينا نقول يعني ايه موزنة عامة للدولة هضرك في البيت دلوقتي بيدخلك دخل لك دخل شهري سابت او دخل شهري متغير يعني ايه يعني انت عندك دلوقتي المرتب بتاعك اللي بتقبضه من جهة العمل وده بيبقى الدخل الشهري السابت فيه دخل متغير اللي هو بيبقى مثلا انت عندك حاجة مأجرها عندك شقة مأجرها عندك مصادر دخل اخرى غير الدخل الشهري السابت بتاعك وبالتالي دي المصادر العامة بتاعت دخلك الشهري وفي نفس الوقت دي بيبقى يعني دي يعتبر الارادات بتاعتك على مدار الشهر وبعد كده بيبقى فيه حدث مع المصرفات يعني انت بتصرف قد ايه في الشهر بتصرف قد ايه في الشهر دي يعني أنت بتصرف على الإيجار بتاعك لو أنت مأجر الشقة بتصرف على المصاريف الشهرية بتاعت البيت الحاجات الأسبوعية اللي أنت بتشتريها على مدار الأسبوع لأي طوارئ بتحصل فدي كلها بتبقى عبارة عن المصروفات اللي أنت بتصرفها يعني في البيت يبقى عندك إرادات للدخل الشهري والمصادر الدخل المختلفة وعندك مصروفات الحاجات اللي أنت بتصرفها ده على مستوى الفردة أو على مستوى العيلة أو على مستوى البيت بتاعها بننتقل شوية على مستوى أعلى اللي هو مستوى الدولة وعلى مستوى الدولة بيبقى فيه سنة مالية والسنة المالية في بعض الدول الأوقات بتبتدي من شهر يناير لحد نهاية السنة في الديسمبر ولكن في مصر على مدار العقود الماضية السنة المالية بتبتدي من 1 يونيو إلى 36 اللي بعده أو 30 من 1 يونيو طبعا السنة اللي بتبتدي فيها الموازنة لـ 36 أو 30 يونيو السنة اللي بعدها حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة هو رقم غير مسبوق الاستخدامات فيها وصلة الى اربعة تريليون وتلاتة من عشرة اه مليار جنيه يعني اربعة تريليون وتلاتة من عشرة التريليون هو الف مليار جنيه يعني اربعة تريليون وتلاتة من عشرة يعني اربعة تلاف وتلثمية مليار جنيه لان التريليون هو الف مليار جنيه ده حجم الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة للدولة حجم الناتج المحل الاجمالي بتاع الدولة يعني حجم ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات خلال سنة. ده بيسموه آآ أو بيسموه علم الاتصاد اللي هو النتج المحل الإجمالي. حجمه في المتوقع في السنة المالية الجديدة حداشر وتمانية من عشرة تريليون جنيه. وزي ما قلنا التريليون الف مليار. واحنا بنتكلم على حداشر آآ تريليون وتمانية من عشرة يعني آآ رقم غير مسبوك في آآ احجم الاقتصاد المصري. ويبقى الاتصاد المصري حداشر تريليون وتمانية من عشر يعنينا تقريبا من نتكلم على 12 تريليون جنيه حجم الناتج المحل الإجمالي يعني حجم ما تنتجه مصر بالسلع والخدمات خلال السنة المالية الجديدة اللي هي 2023-2024 وده المتوقع خلال السنة دي طبعا بيبقى فيه مصروفات مهمة جدا للدولة وفيه إرادات زي ما قلنا حجم المصروفات يعني بتتجاوز الـ 4 تريليون جنيه أو الاستخدامات عموما بتاعة الموزن العامة للدولة والإرادات المتوقعة تقريبا متكلم على 2-1 من 10 تريليون جنيه حاجة المهمة اللي لازم تعرفها ان الهدف بتاع الموازنة العامة الجديدة للدولة هو حياة المواطن المصري يعني تحسين حياة ومستوى معيشة المواطن المصري عن طريق زيادة الحاجات المخصصة للأجور والمرتبات زيادة الحاجات المخصصة للمعاشات أو المهارد الخاصة بالمعاشات الصرف على نظام الرعاية الصحية يعني المستشفيات وقطاع الصحة وقطاع العلاج على نفقة الدولة دي كلها مصرفات مهمة جدا في الموازنة العامة الجديدة للدولة احنا بنتكلم على 470 مليار جنيه حجم الأجور في الموازنة العامة الجديدة بنتكلم على 529 مليار جنيه حجم الدعم في الموازنة العامة الجديدة للدولة وطبعا بيبقى فيه استثمارات عامة بيبقى طرق وكباري ومستشفيات ومدارس وجامعات وبنية أساسية في كل الحقيقة الجمهورية بيتم النهوض بمستوى معيشة المواطن وبرضه نخلي مننا في حاجة مهمة جدا أن احنا في سياق عالمي شديد الصعوبة يعني احنا في أزمة مالية عالمية وأزمة اقتصادية بيمر بها العالم وهي غير مسبوكة على مدار مثلا التلاث أربع سنين اللي فاتت رجل من أزمة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرونية واضطرابات في سلاسل التوريد يعني نقل السلع من أماكن الاستهلاك إلى أماكن الاستهلاك وده بأثر على كل أسعار السلع الأساسية والمواد الغزائية في العالم كله وشفنا موجات التضخم العالمي اللي عانى منها كل دول العالم على مدار الشهور الماضية ومتالي الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023-2024 بتأتي في عالم شديد التغير وأزمة اقتصادية غير مسبوكة ولكن في الموازنة العامة الجديدة للدولة المواطن المصري هو بقرة الابتمام للحكومة المصرية وصانع القرار الاقتصادي والتوجهات بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات والمرتبات طول الوقت وبالتالي شفناها في شهر أربع اللي فات أو شهر عبريل اللي فات وكمان المخصصات تحت الأجور زي ما نتكلم على ربعمية وسبعين مليار جنيه هي للأجور موازنة الأجور في الموازنة العامة أو حجم الدعم في الموازن العامة الجديدة للدولة طبعا احنا بنتكلم على أن برضو المواطن المصري في حتة تخفيف الأعباء على المواطن المصري بتكلم على قطاع الصحة ودي من القطاعات المهمة جدا في اهتمام المخطط الاقتصادي أو صانع القرار الاقتصادي يعني بيبقى فيه مستشفيات جديدة بيبقى فيه أماكن لزيادة الأسرة أو زيادة عدد الأسرة في المستشفيات على أساس أنه ينعكس على مستوى الرعاية الصحية الجيد خلال السنة المالية الجديدة اللي يهمنا في الفترة اللي جاية هو إن إعادة ترتيب الأولويات أنا كمواطن بعمل إعادة ترتيب الأولويات يعني أن بصرف الإنفاق بتاعي بيكون بصرف على الحاجة اللي أنا منحتاجها ضرورية لو فيه أفشل التأسيط بقصة المنتج أو السلعة لنا بيشتريها وكمان الحاجة المهمة إن طول الوقت بزود الموارد الدخل الشهري بتاعتي أو بحسن من مستوى الوظيفة بتاعتي والارتقاء الوظيفي ده بيزود الدخل الشهري بتاعي حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة هو أربعة تريليون وتلاتة من عشرة يعني تلتمئة مليار جنيه يعني أربعة تريليون وتلتمئة مليار جنيه وحجم الناتج المحل الجمالي المتوقع حداشر تريليون وتمانية من عشرة ودي أكبر موازنة في تاريخ مصر وهي الحقيقة الموازنة دي طموحة لأنها بتصرف على قطاعات أساسية زي قطاعات التعليم، قطاعات الصحة، قطاعات البنية الأساسية والاستثمارات العامة قطاعات الدعم، قطاعات الأجور، قطاعات المعاشات دي كلها أنه يدب حياة 6.5 مليون مواطن بيعملوا في جهاز الإدارة الدولة وهي 11 مليون مستحق للمعاشات في مصر في الموازنة العامة الجديدة للدولة الاتصال بوساطة حلقات بتأتيكم عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة من وصصة اليوم السابع وكان معكم أحمد يعوب إلى اللقاء